طوبى للمسبوبين من أجل الطهارة فإن لهم ملكوت السماء أنت تشتم مرة تشتم لأجل أنك اعتديت على آخر بالشد هذا طبيعي تشتم لأنك أسأت إلى غيرك ومرة أخرى لأنك إنسان زكي لأنك إنسان مؤمن لأنك إنسان طاهر تشتم يعلق عليك امرأة متحجبة متدينة ملتزمة يجوا الناس يقولون متخلفة هذه رجعية أصلا ما تعرف تلبس ولا تعرف تتزين ما عندها ذوق أصلا في هذه الحياة شوف شرون لابسة من فوق إلى تحت وما أدري كذا ومن خشخشة وجهها وإلى غير ذلك هذه تشتم وتساب ويعلق عليها مو لأجل أنها اعتدت على غيرها وإنما لأجل الطهارة لأجل العفاف لأنها رأت أن الحجابة الإسلامية فرض ديني ومبدأ أخلاقي وعامل من عوامل نشر الفضيلة في المجتمع التزمت بهذا مع أنه لو لم تكن كل هذه الأمور ما كانت تسوي لكنها التزمت بكل ذلك من أجل الطهارة من أجل العفاف من أجل الالتزام بالحكم الشرعي الحديث يقول لها من نبي الله عيسى في الإنجيل ومن موسى بن جعفر عليه السلام في هذه الوصية المسبوبون للطهارة يعني بسبب الطهارة بسبب الالتزام بسبب الدين هؤلاء لهم ملكوت السماء قلنا ملكوت السماء شافه بس إبراهيم طل وحدها الشكل طيب في هذه الدنيا في الآخرة طبيعية الأنبياء والمرسلون لهم الملكوت ولكن من البشر مثل هذه المرأة لها ملكوت السماء أنت الإنسان ملتزم متدين يجيك واحد بعدك تصلي للحين الصلاة اللمالة العجايز أنت مهندس أنت دكتور يصير محل سخرية عند قسم من الناس يشتم يذم يعلق عليه من أجل الطهارة بسبب الصلاة بسبب الالتزام الديني هذا رجعي هذا مطوّع ترجمة نانسي قنقر